ياريت ما تنسوا تعملوا سبسكرايب وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتسلخوا لايك وتعملوا شير لاصحابكم مشان يستفيدوا مثلكو واللي في عنده اسئلة او افكار لدروس معينة يكتب هاتحنا هسا بندخل في موضوع الاكسس دور جزء من الاكسسوريز اللي بتركب على الدكت فعندك هون الاكسس دور هذا هو الاكسس دور زي ما انت شايفه بكون موجود طبعا في السيلينج فهذا الاكسس دور بركب مثلا تحت المكيف نفسه مشان تقدر انك تفتح هذا الاكسس دور وتقوم تشيل الفلاتر اللي بتكون راكب على المكيف او اللي بكون في الداخل وبحيث انك تفك الفلتر وتقوم تنظفه وتعود تراجع للمكيف كنوع من انواع الصيانة فاذا برضو هذا يعتبر اكسس دور او بوابة صيانة او اي اشي زي هيك بكون موجود بالسيلينج ونفس الوقت مثلا اذا صار عندك مشكلة بالكهربا تبعت المكيف اشي زي هيك نفس الاشي من خلال الاكسس دور لازم تكون توصل لعند علبة الكهربا اللي بتكون راكب على المكيف مشان ايش تقدر انك تسوي اسلاك المكيف نفس الوقت اذا كان برضو في موجود عندك هون فاير دامبر نفس الشي الفاير دامبر اذا كان صار له اكتيبيشن اشي زي هيك برضو بلزمك اكسس دور برضو من تحت عشان تفتحه وتقدر كمان اتصل للدكت اللي راكب عليه الفاير دامبر هسا الدكت كمان نفسه بدك تحط عليه كمان اكسس دور او مينتنانس دور لانه الدكت تعمله فتحه وتعمل باب على الدكت نفسه بحيث انك تقدر تفتح الباب مشان توصل الفاير دامبر نفسه وترجع التركب الفيوزبل ايليمانت اللي هو الاشي اللي انصهر اللي يجعل الفاير دامبر يسكر مشان تعرف تركبه كمان مرة وتفتح الفاير دامبر وترجعو لا الوريجينال اسثيت اللي هو تكون الفاير دامبر نورمالي اوبن فهونا خلينا نرجع بالنسبة للتبع كاريير شو بحكي لنا بالنسبة للأكسس دور هاي الأكسس دور طبعا هذا زي ما قلت لكم من شركة كاريير اسم الشارتر هذا وهو شارتر 2 اير دكت ديزاين وهذا له علاقة بالاير ديستربيوشن الهول بارت 2 من الكاريير بايندر او نسميه مانيول كاريير مانيول وهو بعطيك الخلاصة مانيول حلوة كثير وتستفيد منها فهون بقول لكم بالنسبة للأكسس دور أكسس دور أو أكسس بانيل يعني يا أكسس بانيل يا أكسس دور طبعا الأكسس بانيل خلينا نسمي هذا اللي شفناه بالسير يعني حسب يعني حتى توقع حتى ثنتين نفس الشيء يعني بس في شيء يكون طبعا على الدكت نفسه نحتاج الى تلزم اندكت سيستم في السيستم تبع الدكت بفور اند افتر اكويبمنت زي المكيف اللي هو الكونسيلي دونت انه بلزم قبل وبعد الهكويبمنت يعني نورمالي بيكون عند جهة الفلاتر وعند جهة اللي هو وصلة الكهرباء اللي هو المنطقة تبع الكهرباء تبع المكيف مشان تقدر تشبك الكهرباء عليه بعدين انستولد اندكت طبعا سيستم بفور اند افتر اكويبمنت انستولد اندكت اكسس بانيل ار اولسو ريكويرد فور اكسز او فيوسبل لينك ان فير دامبر اذا الاكسس بانيل البانيل هاي اللي هي طبعا تكون مرتبطة بالدكت نفسه نكون بوابه على الدكت نفسه تفتح فتحه في الدكت وتعمل زي باب مشان تقدر توصل لايش لالفيوسبل لينك فور فير دامبر عشان تضبط الفيوسبل لينك اللي صار له اكتيفاشل وتركب واحد جديد بداله وهذول البوابات تقوم تفتحهم فاذا هذا بالنسبة للأكسس دور اللي لازم تكون براكب على الدكت نوع من انواع الاكسسوريس اللي لازم تركب على الدكت اللي هو زي تقدر مصنع من مادة زي الفايبر غلاس اشي زي هيك وهذا الدكت لاينار زي ما انتم لاحظ هذا الاسود من جوه هاي الدكت لاينار راكب جوه الدكت الهدف من الدكت لاينار انه يمنع الصوت اللي طالع من المكيف يدخل على الغرفة فهذا بقلل النويز او بقلل الازعاج فمثلا المكيف مباشرة عندك اللي هو مثلا زي الكونسيلد يونت بيجي عندك البل ماوث اللي بتشبك الدكت مع الكونسيلد فهيا البل ماوث تحتاجها في الدكت لاينار من جوه وبعد كمان مترين او ثلاثة متر بعد المكيف كله هذا لازم ان اعزل من جوه بدكت لاينار عشان صوت المراوح تبعت المكيف هذا الدكت لاينار بمطص هذا الازعاج وبتلاقي مثلا بعد مترين مترين ونص ثلاثة متر الهواء بصير يمشي جوه الدكت مافي داعي نركب دكت لاينار خلص بتركب بصاج عالي وبمشي الهواء جوي في جواته لحد ما يصار لعند الديفيوزرز ويطلع منه الهوى وقته يطلع الهوى بدون اي صوت او ازعاج فاذا هذا الدكت لاينار بعمل زي كاتم للصوت زي كاتم للصوت الوبركاب على الكونسيل يونت او مرات على الاهو نفس الاشي اللي هو على فتحة الاهو برضو كمان بركبه دكت لاينار بس بالعادة انظر ويتركبه اهم اسمله ساوند اتنواتل او صوته فاذاćه نضغط الع smash وهذا الساوند اتنواتل الذي في حالة مثل بكم المنتقل تفصل تمت تفاصيله الفئرات من Ice مثل الصندوق وهذا الصندوق يركب ان لاين مع الدكت هذه الشفة التي تشبكها مع الدكت من هنا وهي الشفة الثانية التي تشبكها مع الدكت وهذا الهواء يمشي يعني كأنه دكت بس جواته كواتم صوت هذا الدكت وهذه البارتشين زي ما تشايف بكونوا مصنع من مواد واشياء زي هيك بحيث انها تكتم الصوت اللي طالع من الاهو لانه الاهو مكينة كبيرة كثير دكت لينر صغير لحاله زي هيك ما بكفي فبهذه الحالة لازم تركب هذا الساوند اتنويتر طبعا الساوند اتنويتر بناء على بتفصل تفصيل في الوركشوب وبكون في له كتالوج خاصة مواصفات خاصة بتفصل تفصيل وبناء على الداتا تبعي الاهو نفسها فبتقوم بتعطي السبلاير اللي بدي يورد لك هذا الساوند اتنويتر بتعطيه مواصفات الاهو اللي عندك الكتالوج تبع الاهو اللي عندك بتقوم بترميف وجهه وبمسك هذا الزلمي بمسك الكتالوج وبناء على الكتالوج هذا والشوب دروينج اللي عندك بفصل لك الساوند اتنويتر ببعض هو لازم تسلمه شوب دروينجز اوكي عشان يكون برات بدك بلزمك سبيس اشي زي هيك عشان ان نفصل لك اياها بناء يكون قدر الامكان ان لاين مع الدايمينشنز او الابعاد تبعه الدكت اللي انت مركبه على الروف فالان هذا هو وظيفة الساوند اتنويتر طبعا هو باخذ مثلا والله الباكتجونيت او الاهاتيوب تطلع لك اربع عشر الف سي اف ام هو باخذ الاربع عشر الف سي اف ام بعين الاعتبار الفريكشنلوس او الاستاتيك برشار تبعه الاهاتيو نفسه باخذ بعين الاعتبار كمية سرعة الهواء جوه الدكت باخذ بعين الاعتبار حسب الديزاين تبعك واشياء كثيرة هو باخذ بعين الاعتبار مشان نقدر يصمم لك هذا الساوند اتنويتر اذا هذا شفنا كيف بكتم الصوت وشو الهدف منه الاشياء اللي بعده هو الفلكسبل دكت كنكتر هذا الرول اللي هو اللي يسموه فلكسبل دكت كنكتر طبعا زي ما انتم ملاحظين جهة بيجي عندك اللي هو زي ستانلس ستيل وانهاج جهة ستانلس ستيل وفي النص بيجي عندك ربر هذا مشان عندك المكيف نفسه هذا انه يشبك جهة بتشبك فتحة المكيف نفسه وجهة بتشبك بالدكت وهذا الربر اللي هو زي تقدر تحكي زي مانع اهتزاز عشان ما ينقل الاهتزاز تبع المكيف للدكت فاذا هذا لما ينقل المكيف او شبكته على طول المكيف بصير يرج بصير فيه اهتزاز وبالتالي الدكت بيهتز معه وهذا الاهتزاز بسوي عندك نويز او اصوات وفيه اهتمالية الدكت اذا كان من النوع الكبير برضو يقع فعلى الارض فاذا هذا بيجي بين الكمييف او الوحدة الداخلية اليونت شو مكانت او بين الهو وعش يناب بين الباكتتونيتوا فعلى الهو مشان يمنع الاهتزاز بين الهو او الباكتتونيتوا ينتقل من اليونت للدكت فجهة بتركب على اليونت وجهة بتركب على الدكت وطبعا بتثبت هدولا في براغي وهذه الجلدة بتكون فلكسبل طبعا بتكون زي الأكورديون هيك المطوية شوي بقربن على بعض بالعادة أنا بحب تكون المسافة هاي تكون 5 سانتي فراغ بين الحديدة هاي والحديدة هاي تكون في عندك 5 سانتي فراغ وهذه يوجولي هذي الربر هذو بكون طوله طبعا 10 سانتي فلما تقربن مع بعض هذو الربر بين ثني وبالتالي بصير فشي ازعاج طبعا لما يكون مشدود كثير ممنوع ويكون قريب على بعض ممنوع يعني 5 سانتي فراغ تقدر تحكي اكسبتبل ومقبول أثناء التركيب خلينا نروح على الأشي اللي بعده اللي هو اللي فلكسبل داكت هاي هذي اللي فلكسبل داكت اللي هو عبارة عن داكت دائري وفلكسبل لانك تقدر تطعجه يمين وشمال مشان توصل بين الداكت مع البلينيوم بوكس فاذا الهواء بحينيش فيه مشان بوصل هذا البشبك بين الداكت وبين البلينيوم بوكس والبلينيوم بوكس بكون طبعا مشبوك عليه الجريل والديفيوزر وبالتالي بيطلع منه فاذا هذا هو بكون طبعا فيه انواع بيكون فيه مليون موديل بتلاقي منه وطبعا بيجي فيه احجام فيه ستة انش وفيه ثمانية انش فيه عشرة انش اتناشرة انش اقطار مختلفة وطبعا بيكون زي ما قلت لكم بيكون فيه انواع منه بيكون يعني ضد الحريك انه لو صار حريك بيكون ضد الحريك لانه في بعض المشاريع حاريا صارت تطلب الكوابل المكشوفة تكون ضد الحريك العزل برضو كمان يكون ضد الحريك اشياء زي هي فاذا جديد بلشوا يسعوا لشغلة انه الاشياء اللي تركب فوق الفول سيلينج او الصخف المستعب تكون كلياتها تكون ضد الحريك اللي بعدهنا هو الانتي فيبراشن ايزولاتر طبعا الانتي فيبراشن ايزولاتر وهي انه هنا هظه زي اي اتشيو وهاي عندك الفون ديشن مبرك بلشة الي اي اتشيو اول الاشي هي الشيء اللي يركب باقد عليه ال اي اتشيو بتلاقي شيء ايش زي هيك وهذا بسموه انتي فيبراشن اي زولاتر نظرت اننسي اي احظو انواع كثيره تلاحظ هون بر식ة باركب على القواعد والهو بتحمل فوقين فهذا الاش بكون زي سبرينج زون بركات وبالتالي الاه اتشو لما تهتز ما بتنقل هذا الاهتزاز لوين للروف او العقدة لانه اذا صار فيه ارتجاج في العقدة بتصير وانت قاعد في الغرفة بتسمع صوت رجي وراسك بصير يوجعق وزي هيك فيه صوت بوجع الراس يعني مع انه خفيف بس بوجع راسك ويسوي ارتجاج ومرات فيه ناس بتطفوش من بيوتها بشان الشغلة هاي فاذا لازم تركب هذا الانتي فيبريشن ايزوليتر تحت الاكوبمنت وفيه انواع من المضخات كمان برضو بتركب تحتيهن اللي هو الانتي فيبريشن ايزوليتر اللي هو العزل الفايبريشن اللي هو الاهتزاز عوازل موانع الاهتزاز خمسة منها موانع الاهتزاز وبتركب هون مثلا اله اتشو طبعا فيه انواع كثير منها خلينا نشوف شو فيه عندنا انواع فيه هذا مثلا للمعلق لما انت تركب كونسيل ديونت أو وحدات تكييف معلقة نفس الشيء بتركب هذا النوع بتلاحظ هاي الثريد رود بنشبك من هون وبتطلع فيه اللي هو السيخ اللي مسنن وبتشبكه مع العقدة أو الروف أو الطابق نفسه اللي هي عقدة الطابق وهنا لسبرينج هاض الجهة اللي مثلا بتشبك مع المكيف فإذا هذا انتي فيبراشن ازوليتر للاشيء المعلق اللي هو الهانك وخلينا ننزل تحت هذا حلول الأوتدور يونيت اللي الصغيرة اللي مثلا زي عندك سبلت يونيت والماونت أو فهذا برضو كمان تحطه على السطح بكون نوعه ربر وبتجيب الأوتدور يونيت برضو بتثبتها على الربر بالشكل هاض فبمنع الاهتزاز اللي هو الكمبريسر تبع الأوتدور يونيت بمنع اهتزازه يصل العقدة تبع المنزل في عندك هذولا الربر باد هذول نفس الشيء بيجي بضع طبعا منه انواع كثيرة هذا الربر باد هانا بيجي زي الساندويش تايب هذا كورك هذا الفنص بيكون اسمه كورك زي الفلين هون انواع الفلينة بصر كيف شكله وهنا ربر وهنا ربر طبعا مرات في ناس مثلا حسب المشروع فيه اي اتشيو مثلا او باكت جونير مرات هذا بركبوه تحت ال اي اتشيو باكت جونير انا ركبته طبعا بالجراوند فلور كان ال اي اتشيو ركبنا من هذا النوع بس اتوقع لو يكون على الروف لازم تركب بالسبرينج تايب بس بما انه في الجراوند فلور مثلا مرات تكون في اي اتشيو بجراوند فلور بتقدر تركبها هادولا تحت ال اي اتشيو او الباكتج وشغلاتها حتى الاوتدور يونت تبعت الشي اسمها الاوتدور يونت تبعت الول ماونت والكونسيل يونت برضه هادول تقدر تركبهم تحته بدل هذا النوع عادي يعني طبعا هذا بيجي شيت كبيرة مثلا متر في متر مربع وانت بتقصها على القدب مثلا تقدر تقصها 10 صانتي بعشرة صانتي 15 ب 15 20 صانتي ب 30 صانتي بتقص الحجم اللي بدك اياه بالمنشار او بالمقص معين وشان تركبه تحت الاكوبمنت هذا الاشي الصغير اللي هو بسموه اضعف الايمان هذا برضه للكونسيلد يونت او الوحدات الداخلية اللي بتركب فوق السيلنج هذا اضعف الايمان يكون هذا عبارة زي زي ما تشايفه رنج حديد وحديده في النص ربر ومن هون بتدخل الثريد رود وبتشبكه مع العقدة وهذا بكون الراكب برضه مع المكيف الاندور يونت مشان يمنع الاهتزاز بين الاندور يونت وبين العقدة وهنا في عنا انواع مختلفة من الانتي فيبريشن ايزوليتر طيبة اشي معلق ايشي ارضي هاي البادات في انواع الباد vengeance طبعا طالع في انواع متعددة ربضو طبعا نوع соврем type هذول اه للي بيجي معلق زي ما انت شايف طبعا فيه الوان هون بكون عندك لون اخضر ولون احمر لانه هذا بكون له كتالوج و اوزان معينة بقول لك مثلا اللون الاخضر بتحمل 100 كيلو جرام اللون الاحمر فلنفترض بتحمل 200 كيلو جرام اللونه زي هيك بنفسجي بقول لك مثلا هذا والله بتحمل لك 250 كيلو جرام اللون الاسود مثلا بتحمله 50 كيلو جرام فبكون زي color code اللي هو كودي عن طريق ال color انه كل واحد شو كم كيلو جرام بتحمل بحيث انه انت تيجي على المشروع بس تطلع على اللون بتعرف انه الاشي اللي راكب مزبوط او مش مزبوط او بتحمل اللوت او بتحمل وزن الوحدة اللي بحاول الوحدة التكييف او بتحمل ايش هذا الوزن تبع وحدة التكييف فاذا هذا هو الانتي فيبريشن ايزوليتر والانواع المتعددة اللي بنشتغل عليها اللي بعده هو الستيكر بين الستيكر بين بكون بالشكل هذا هذا اسمه استيكر بين هذا مشان يثبت اللي هو عزل الدكت طبعا تحتها بيكون عبارة عن صاجة وطالع منها زي المصمار هذا طبعا تحت الصاجة هاي بتفيه زي اشي مادة لاصقة بتقوم بتشيل زي ورقة هيك خفيفة بتقوم بتقيمها وبتطبعها على الدكت نفسه على الصاج تبع الدكت وبتجيب العزل وبتغزه في المصمار هذا وبعدين بتجيب الكفر هاي مشان تكبسه على المصمار وبالتالي بيضغط العزل وبثبته مثلا هون عنا في الدكت لاينر هون لو بنعمل زوم هون بتلاقي هاي نراكبات هون كيف امثبتات العزل بالشكل هذا هذا هو الستيكر بين مشان 100% لتشبك الدكت لاينر يكون راكب مع الصاج وبالتالي هذا العزل ما بفرط او بفك من عن الصاج طبعا نفس الشي العزل الخارجي للدكت كمان نفس الشي برضو بنستخدم الاستيكر بين هاض وهاض الاستيكر بين اللي موجود عندنا طبعا هذا طول المصمار انت تطلبه حسب الطلب مثلا اذا كان العزل سمكه فنفترض 25 مليمتر معناته بدك تضطر تطلب استيكر بين يكون مثلا طول المصمار تابعه 32 مليمتر عشان ايش تقدر يكون خلص انه العزل مثلا يوصل 25 مليمتر لعنده هون بعدين بتجيب الغطايا هاي وتكبسها الاشي الزايد من المصمار بتقصه وهيك بتنتهي الامور او بتحط انتكاب بالشكل هاض فانحسب سمك العزل بتطلب قداش طول المصمار اذا كان مثلا سمك العزل لـ 50 مليمتر وقتا لازم تجيب استيكر بين مع مصمار بوصل طوله لـ 2.5 انش يعني انت بتحكي بحوالي 60 مليمتر طوله 6 سنتي او 65 مليمتر بحيث انه الـ 50 مليمتر عزل يوصل لعند تقريبا حفة المصمار من هون بعدين تجيب هذا الكفر تغطي عشان تكبسه وتحط الانتكاب هاي الموجودة هون البعده اللي هو بيجي عندك اللي هو طبعا احنا فيه الدكت سيلانت اللي هو زي نشبهه بالسيليكون بس هذا الدكت سيلانت هو مش سيليكون هو الو مصنع من مواد خاصة تتحمل الرطوبة وتتحمل اجواء معينة بحيث انه ما تخرب وبنفس الوقت يكون تايم ديوريشن اللي هو عال كثير انه بصمد سنين هذا العزل وبدون ما يخرب وبنفس الوقت بكون ملائم للصاج بحيث انه يلزق في الصاج طبعا انت لما تشبك الدكت مع بعضه تشبك مع بعضه على شكل قطع اللي يكون فيه فراغات موجودة اثناء تجميع الدكت اثناء تجميع الدكت وبالتالي بدك تشتري اللي هي مادة الفوستر طبعا هاي شوء الفوستر اسم شركة فاسمها هاي دكت سيلان اسمه دكت سيلان وهاي لشركة فوستر وطبعا يكون فيه رقم زي هك 32 17 حسب الماتيريا الابروف دي صب متل اللي انت قدمت للاشراف تجيب نفس النوعية وهذا بكون زي هي فتحة ببرز منه هذا الفوستر وين فيه عندي جوين او فتحات في الدكت هذا الفوستر بعمل سيلنج للجونج سيلان يعني زي اغلاق فتحات يعني اشي بسك فتحة وبتسكر ها فهذه سيلان فهذا بقوم بسكر الفتحات بحيث ما يصير عندي تسريب للهوى من الدكت في عندك الالمينيوم تيب هذا الالمينيوم تيب كمان لما انت تركب بعزل الدكت من برا الفايبر غلاس طبعا يكون في الالمينيوم تيب يستخدم الالمينيوم تيب هذا العمال عشان المناطق الوصلات بين العزل تغطيها في هذا الالمينيوم تيب عشان يكون الدكت من برا شكله سيلفر ويكون مرتب وشغل مرتب وهذا بلنه برضو كمان يثبت العزل وهون عندك الهو السيلف أدهز في غازك التاب هذا السيلف أدهز في غازك التاب هذا برضو كمان جزء من الأشياء اللي بتركب على الدكت هذا طبعا وين بركب بركب على الفلنجات تبعة الدكت لو رحنا للصورة الأصلية تبعة الدكت هون دكت فوتو خنشوفها بتلاحظ هاي في الدكت فوتو شايف هذول الفلنجات الموجودة هون هذي الفلنجات بتجيب الجاز قيت على حفة الفلنجة بتلزق على داير الفلنجة من جوة بعدين بعد ما تلزق على داير الفلنجة بتجيب تسكير بالفراغات وبالتالي هذا بمنع الهوى يتسرب من بين الفلنجات فهي الفلنجات بمنع الهوى يتسرب بين الفلنجات طبعا هذول يتلزق على الداير على طول الداير تبعة الفلنجة ممنوع يترك اي فراغ موجود عنا فهذا هو الجاز قيت ما تنسوا تعملوا سبسكرايب وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتسلخوا لايك وتعملوا شير لاصحابك مشان يستفيدوا مثلكو واللي في عنده اسئلة او افكار لدروس معينة يكتبها تحت